بسم الله هيا نبدأ وعلى طاعتك إن شاء الله ونجتمع أبنائي طلاب الصف الأولى السلامي حصة جديدة ومع شريطنا الفيزياء ودرس جديد إن شاء الله واستكمال للفصل الدراس التاني وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قانون يوتين التاني اللي الضروري فيه إن احنا هنعرف حصتنا إن شاء الله إيه هي القوة العلاقة بين القوة العجلة العلاقة بين قوة تغير الصرعة هنستنتج العلاقة بين قوة كمية التحرك هنعرف نطبق على علاقة بين قوة كمية التحرك وكمان آآ العلاقة الربطة بين القوة والكتلة والعجلة ونطبق على علاقات قانونية وإن شاء الله الوعد اللي فيديو بينك شباب أنا مجهزك إن شاء الله بخلاف الشرح ما يقرب من حوالي 33 مسألة تقريبا إن شاء الله النهاردة والحصة اللي جاية نكون بطينا قانون يوتن بكل أبعاده ونكون دلسنا المسألة دي ولو احتاجنا كمان ولولوقت ساعدنا إن شاء الله هيكون لا كمان فيه الخميس نزود عن مسائل أكتر بكما أكبر إن شاء الله طيب نبدأ البداية كده قانون نيوتن طبعا كلنا فاكرين كويس أو أو عارفين قصة نيوتن والتفاحة والشجرة طيب ما نعرف كده ولد مع بعض إيه اللي حصل بالزبط أو تفكير نيوتن راحل فين بصوا شامل باختصار نيوتن حاول يدرس العلاقة بين القوة اللي هي قوة الجذب وإيه بين آآ كدهة الجسم أو عجلة الجاذبية أو التجذب وإيه اللي حرك الجسم أساساً طب تعالوا نفكر كده وكادينا نيوتن تعالوا نشوف كده مع بعض في قانون نيوتن اللي ظهر وعايزين احنا نحط ملاحظات لاحظ كده السؤال اللي ظهرت قدامنا لعد آآ هو قوته واحدة ده شكله باسكت مثلاً ميشي طيب الرجل ده وهو بيعب الكرة طبعاً أكيد الكرة تندفع بعجلة كبيرة جداً يعني هتندفع بسرعة سرعتها تزيد بسرعة لأن الكرة وهي في إيده كانت ساكنة كانت وقفة طالب ما هتتغير يعني تغير سرعتها معنا كده أنها تكتسبع عجلة ميش طيب لو عربيته عطلت بقى أو لا عربية عطلانة في الشهاية وحاول يزو أهل وحده إيه رأيك ده بالعافية خلاص يا مسر ده تكاد تكون ما بتتحركش من مكانها آآ إذن هنا ولد لو عندي نفس القوة تؤثر على جسميني القوة سابطة اللاحظ الجسم اللي كتلته قال ها إيه 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 سيحصل آآ بزيادة الكتلة الكتلة الكبيرة هتتأثر بعجلة أقل يعني تغير سرعتها هيكون قال أما الكتلة الصغيرة هيكون العجلة إيه أكبر طب ما تيجي نطبقها كده على شكل توضيحي اكتر شوية. بس هنا طبعا من الملاحظة بتاعتنا ان الكتلة كده بتتناه ان الكتلة والعجلة التناسب بينهم تناسب عكسي. اه الكتلة الكبيرة كانت عجلة اقل والكتلة الصغيرة عجلة ايه اكبر. نحن قلنا يا شباب. حط علامات لكل معلومة عشان ما تنسهاش. حتى لو هتحط علامة من الحياة اللي حوالينا وده الافضل. طب تعالى كده بص للشكل اللي قداني. اه انا جبتلك في البداية صورة حياتية. عشان حضرتك. انت ممكن تشوفها في حياتك عادي خالص اللي هي. ان انا اه بس اوة العربية. هنا قداني. اه صورة معملية بقى. لو انا معايا الكتلة بتاعتنا هي. طيب وعلى جسم كتلته سابتة او كتلته صغيرة هي جسم واحد. ودي لقوة اف. فاصبحت العجلة ايه? يعني لما كانت الكتلة صغيرة كانت عجلة كبيرة. طب لحظوا كده يا شباب اللي هيحصل ده. ايه ده? لما زودنا بقى جسمي تاني. بقى هنا عندي. بدل ما هي ام. بدل ما الكتلة ام. اصبحت الكتلة اتنين ام. مع قوة نفس القوة هي اف. اصبحت العجلة ايه? ربو عليك. بيت نص ايه? قلت العجلة. اذا يا شباب. التناسب بين الكتلة والعجلة تناسب? عكسي. يلا. هننزل مع بعض كده ونجرب. زوء عربية خفيفة. ها? تحركت. يعني نواعا ما اسرع شوية هي. طيب يلا زوء عربية اتقل. لا يا مستر. عربية نص نقل. عربية نقل. لها تتحرك بصعوبة. اذا هنا قوتنا سبتة. ولكن كل ما زادت الكتلة. كل ما العجلة. او التغير في السرعة. حصل له ايه? قل. افتكر معايا. هو ده اللي كان بيقوله القصور الزاتي يا شباب. ان هنا ان بزيادة كتلة الجسم يقاوم الجسم تغيير حالته او يتنصل طردية مع القصور الزاتي. ما يا جماعة? العلم كل. يعني اللي احنا تعلقناه في الفصل الدرس الاول. اه. مش هيجي اسألني في القصور الذاتي. بس هيسألني في حاجة اسمها القصورية ان شاء الله دي هنتكلم عنها في الاسبوع اللي جاي. ولكن هيجي اسألني عن ايه? عن العلاقة بين تغير السرعة. اللي هي العجلة. والكتلة. هقول له لا العلاقة بينهم علاقة ايه? علاقة عكسية. طب تعال ان بص في عامل تاني ممكن يؤثر في العجلة? اكيد طبعا. تعال نشوف الشكل اللي قدامنا كده. انا قدامي. هتظهر عربية نقلة هي. ايه رأيك? العربية دي اتلت. لو احنا عشرة خمستاشر عشرين واحد طررنا نزوء العربية. فقوتنا كبيرة. هينتج منا? اه هنحركها بعجلة اكبر. وبالتالي اذا كان نفس الجسم اهو القوة كبيرة عجلة كبيرة. طب ايه رأيك? لو في مجموعة منا. وفت على جنب كده ما رضيتش تساعد. ها? ايه اللي هيحصل? القوة قلت. فبالتالي العجلة هيحصل لها ايه? العجلة هتقلل يا مستر. اذا هنا يا ولد. لازم نبقى لاحظنا حاجة. ارجع لها تاني كده. مع القوة الكبيرة كانت عجلة ايه? اكبر. او تغير في السرعة كانت اكبر. مع القوة الاقل للعجلة? اقل. اذا العلاقة بين القوة والعجلة علاقة ايه? زيادة القوة. على نفس الجسم عند ثبوت الكتلة. على نفس الجسم. يبقى زادة القوة هتزداد العجلة. قلت القوة قلت العجلة. يبقى بالتالي هنوصل ان العجلة بتتنسب طرديا مع القوة. الله. ما تيجي كده نشوفها على نفس الشكل? اه. شايف هنا? هنا القوة اف. فالعجلة كانت ايه? طب لما بقت القوة اتنين اف? العجلة بقت اتنين ايه? يبقى هنا يا شباب. طبعا بشرط اتحاد كتلة الجسم. يبقى عندنا بقى من غير تعب كده? هنقول مع اولادنا. اذا زادت القوة المؤسرة على جسم تزداد العجلة. قلت القوة تقل العجلة. طيب. اذا زادت كتلة جسم. تقل العجلة. واذا قلت الكتلة تزداد العجلة عند تأثير نفس القوة. وبالتالي عجلة تنسب طرديا معه? القوة. وعكسيا مع ايه? مع الكتلة. ده احنا لسه هنا. وبقول لك. عشان تفهم فيزياء طبقها على الحياة. هي اسمها علم الطبيعة. فطبقها على كل ما هو محيط بالطبيعة. اذا هنا انا اقدر اجيب العام اللي بتوقف على العجلة? اكيد طبعا يا مستر. هلاقيها معاملين. احنا خلاص عرفناهم مع بعض. احنا اللي استنتجناهم. الكتلة. وده تناسب ايه? عكسي. والقوة. ودي تناسب طردي. على فاكرة يا جماعة. هو ده قانون نيوتن التاني. يعني اللي احنا الملاحظات اللي احنا بنشوفها في حياتنا هي دي قانون نيوتن التاني بالظبط. طب ايه رأيي حضرتك? ما تيجي يلا كده بسرعة. قانون نيوتن التاني كده. احنا تيجي نحط له نص قبل ما نزر نصه. هو نيوتن اتكلم عن العلاقة بين. الف ام اي. وبالتالي حضرتك هتقول لي مرمى مستر كده الاي تتنسب طردي مع الف. تمام? يعني العجلة تتنسب طرديا مع القوة. والعجلة تتنسب عكسيا مع الام. الاي تتنسب عكسي مع الام. يبقى. مس اكسلياتر. ها. تناسب ايه بقى? تناسب طردي معه. ايوا. ايه. العجلة تتنسب طردي مع الاف. وعكسي مع الام. اذا هنا اهو قانون نيوتن الكده جماعة. اللي نعم في نصه. اذا اثاث قوة محصلة على جسم فانها تكسبه. العجلة. العجلة دي يا شباب. تتناسب طردي مع ايه? مع القوة. وعكسي مع الكتلة. تاني. اذا اثاث قوة محصلة على جسم فان الجسم بيكتسب. عجلة. ها. فتناسب طردي مع القوة. وعكسي مع ايه يا شباب? مع الكتلة. شايفين كده الموضوع بسيط او ازاي? الموضوع معنا يا شباب. مش محتاج تعب. احنا بس محتاجين شوية فهم بسيط. يبقى. عرفنا نص قانونية تاني. قوة محصلة تؤثر على جسم. تكسبه عجلة. انت اللي سنتجت. ان العجلة بتتناسب طردي مع القوة. وبتتناسب عكسي مع الكتلة. طب تيجي بقى نحطها فيه علاقة. اه. ما هو العلاقة كده? يبقى ال اف. وال ايه? ايه مقسومين. طب وال اف وال ام مضربين. ما احنا اتفقنا قبل كده? ان التناسب الطردي معناه انه مقسومين. والتناسب العكسي معناه انه مضربين في بعض. ايه رأيي حضرتك? يبقى الصيغة الرياضية لقانون يوتي التاني? هتقول لي. او محصلة اف. ايا كانت اللغة اللي حضرتك هتنطقها بيها. مش فارق معي اكتر من انك. تقول لي ان ال اف بتساوي الام في الايه. بس اخد بالك احنا بنقول قوة محصلة وليست قوة واحدة. لان ما فيش جسمي بيتقصر بقوة واحدة في الدنيا يا شباب. ازاي يعني? يعني حضرتك قاعد تسمعني دلوقتي? ايوة? قاعد. في قوة وزنك الى اسفل قوة ردفاع الكرسي اللي انت عاد عليك الى اعلى. يعني انا دلوقتي بس كلاب وبتكلم مع حضرتك اوه. تمام. في قوتي اللي هي. او تسمعلي معي. الى اعلى. وفي قوة الوزن الى اسفل. هنا بقى. دايما الجسم بيتحرك في اتجاه القوة الاجبر. ازا العجلة كمان هتاخد نفس اتجاه القوة او القوة لها نفس اتجاه العجلة. يعني بمعنى اني لو انا افترضت ان اتجاه مسلا اسفل منجبر واعلى. ايا كان بقى حضرتك هنا. انت لازم تاخد بالك ان القوة والعجلة متلازمتين في الاتجاه وهم كميات متجهة. اما الكتلة فهي مقدار المادة الموجودة في الجسم وهي كمية قياسية. يبقى احنا عرفنا دلوقتي قانون يوتن التاني كنص ويه? طب اه ممكن اه مستر حضرتك جيت في كمية التحرك حصة لفاتت. وحطت لنا تعريف للقوة. اللي هي في العلاقة بين القوة كمية التحرك. وهنا في قانون يوتن ممكن احط تعريف القوة? اه. وهجمع لك تعريفاتك وكلها متلاش. ما تيجي نتكلم عن القوة كده تفصيلا بعد قانون يوتن التاني. القوة كنا قلنا عليها ايه? مؤثر خارجي يوسع على الجسم فيغير او يحاول تغيير حالة الجسم. مش شرط يكون خارجي يا شباب. هو اي مؤثر يغير او يحاول تغيير حالة الجسم. تاني القوة هي اي مؤثر يغير او يحاول تغيير حالة الجسم. طيب القوة من اه ده احنا عندنا مجموعة تعريفات ليها. ده احنا نطلع من قوانيننا كل حاجة. فاكر كنا خدنا العلاقة بين القوة كمية التحرك. كنا قلنا ايه? ان الاف بتسوي الدلتة بي على الدلتة تي. ايه? هي المعد. اه. يلا بقى. قلنا هنا. لما يكون عندي قانون وبسط ومقام ممكن نقرأ البسط. ايوة مستر. هنقرأ البسط ونرد المقام الى الوحدة. تاني ممكن تحضر اكترى البسط ونقدر لي المقام الواحد. يعني ممكن تقول لي التغير في كمية التحرك. خلال وحدة الزمن. يعني تقدر تقول ان القوة هي التغير في كمية التحرك خلال الثانية الوحدة. او احنا قلنا لو في في المقام زمن ممكن نتجاوز بس ونقول هي المعدل الزمني. هي ايه? المعدل الزمني. يعني الحالة الوحيدة اللي انطل فيها المقام قبل البسط لو المقام تغير زمن. يبقى هي المعدل الزمني. للتغير في هلد. هه? تغير في ايه? يبقوا عليك. في كمية التحرك. يبقى انا هنا ممكن كنت اعرف القوة والمؤثر الخارجي يوصل على الجسم فيغير او يحاول تغير حالة الجسم. وممكن اعرف القوة اللي هي المعدل الزمني التغير في كمية التحرك او مقدار التغير في كمية التحرك خلال الثانية الوحدة او خلال واحد سانية. يعني انا ما حفظتش. تعريب. ايه? ما حفظت تعريب. ولا حفظت اي حاجة اكتر من اني. بشتغل على القانون. ومن خلال القانون بطلع منه تعريب. وطلع منه وحدة قياس. وانطلع منه نوع الكمية. يعني كل حاجة من خير القانون. والقانون ده يا شباب. لا مش هيتحفظ. القانون ده حضرتك انقله كده. وان شاء الله دلوقتي اجمع لك القوانين كلها في مكان واحد. بحيث. ان حضرتك توقف في فيديو. بعد الحصة. وتوصل للقوانين. وانقلها على ورقة. ايه وبعدين يا مصر. انقلها ليه? لان انت هيجي لك ورقة مفاهيم مكتوب فيها القوانين دي. وبعدين بقى الورقة هيبقى فيها القوانين. يبقى حضرتك منها. انا ابدأ اتضرب ازاي اطلع تعريف من داخل القانون. بحيث لو جالي اي سؤال. ممكن في الاختر. يقول لي ايه هي المعدة الزمن يتغير في كمية تحرك يدل على. اه. يبقى انا لو جالي اي سؤال نظري في صورة اختر. وهو طبعا تطبيق على القانون في الاصل. يبقى حضرتك هتقدر تطلع من القانون. يبقى ما ترقش نفسك في حفظ القانون. ولكن ارق نفسك اكتر في التطبيق على مفردات القانون. طب تعال كده نشوف القانوني التاني اللي بيطلع القوة هو ايه? ان القوة ايه. القوة في الاكستراتيشن. يعني اللي هي الكتلة في العجلة. طب على فكرة. انا كده قلت تعريف القوة. ازاي يا مستر يعني? يعني انا قدر اقول هي ايه? ايه. اللي هي حصل ضرب. ضرب مين بقى? ضرب الماس. اللي هي الكتلة. في مين? ها? في العجلة. انا قلت حاجة يا جماعة. انا وقاليت القانون اللي قدامي. يبقى احنا هنا حطينا مجموعة مصطلحات للقوة. في مصطلح عام? هي اي مؤسل يحاول تغيير حالة الجسم. سواء يحاول تغييره سرعته او اتجاهه. طيب. القوة هنا? القوة. طالما غيرت الحالة يبقى تغير كمية التحرك. يبقى المعدل الزمن يتغير في كمية التحرك او التغير في كمية التحرك خلال واحد الزمن. والقوة هي حاصل ضرب الكتلة في العجلة او ام في الاي. تعال كده نجمع القوانين بقى مع بعض. وعايزك بعد الحصة ان شاء الله. اوقف الفيديو خالص. وانقي القوانين دي فورا قبل ما تبدأ تحل اي مسألة او اي سؤال. عشان من خلالها هي اللي هتحل بيها. طيب. اول حاجة. انا عندي قانون كمية التحرك كان. احنا عارفين هنا مستر. ايوان. ما هو انت عارف القوانين بتتحفظ ازاي? القوانين بتتحفظ يا اولاد. طول عمرنا بنكتب القوانين قدامنا في وراء حتى قبل نظام اللي هو هدية بالنسبة لكم. بكتب القوانين في وراء وابدأها حلو. بعد فترة مرة في اتنين في تلاتة انا ببص القانون. القانون اللي واحده هتحفظه ولكن المهم اني مش الحفظ بقى. المهم هنا ان انا هكون فاهم كويس قوي ازاي يحل المسألة واخرج معطياتها وازاي ادور على القانون المناسب وازاي اعوض فيه وطلع القيمة. وازا كنت بحتاج لتناسب هقدر اطلعه من خلال القانون. طيب. عندنا ايه كمان غير القانون كمية التحرك? العلاقة بين القوى وكمية التحرك. فاحنا كنا بنقول ايه? ان الاف دلتة بي على الدلتة تي او ان الاف بتساوي ام في الدلتة بي على الدلتة تي لو هو جسم واحد كتلته هتبقى سابتة فاقولنا بنخرجها من كمية التحرك. وبالتالي هنلاقي الدلتة في على الدلتة تي? دول بيعبروه عن مين? بيعبروه عن الايه? دلتة في على الدلتة تي. اللي هي العجلة? اللي هي التغير فيه السرعة خلال وحد الزمن او المعدة الزمن يتغير في السرعة. شوف انا مش افتكر حفظ. انا هيبقى قدامي قانون وهقدر اجيب ان القوة بتساوي اللي هي الاف بتساوي الام في الايه? بس ناخد بالنا في كل حالات القوة احنا بنتكلم عن قوة واحدة احنا بنتكلم عن محصلة القوة المؤثرة على الجسم. طيب كده كلام جميلة مستر. يعني احنا كده اخدنا خانون نيوتن وعرفنا من خلاله. ان القوة. دي مع القوة والعجلة تتنسب عكسي مع الكتلة. وبعد كده عرفنا الكمية. ورجعنا كمية التحرك وعرفنا وافتكرنا العلاقة بينهم. بين القوة كمية التحرك. طب ما تيجي من خلال القوانين دي. نعمل بقى التمسيل البياني الخاص بقوانين نيوتن. بس قبلها لازم من خلال القانون برضو ما نساش اقدر اجيب وحدة القياس. طيب. اولا الجزئية الصغيرة النظرية الصغيرة كده. انا بقيس القوة بايه? مش بالميزان العالي يا شباب. لا بالميزان اللي بيسمى الميزان الزنبوركي. اللي هو بيعتمد على قوة لي. داخلي. اللي هو من خلال سلك زنبوركي داخلي في الميزان. اما. وحدة القياس بقى. هي اللي هنقدر نطلعها من ايه? من القانون. بس في البداية. يعني الراجل اكتشف قانون الجزء العيام. اكتشف قانون القوة. وضع لنا القوانين اساسية للقوة. اللي هو مين ده? اللي هو نيوتن. طيب يعني لما لما يكون في وحدة القياس. مش ينفع نحطها باسمه. حقه بصراحة. فعشان كده حطوا وحدة قياس القوة سموها ايه? النيوتن. بس احنا بقى جينا قلنا له استنى يا عم نيوتن. استنى لحظة كده. احنا عندنا الاف بتسوي الام في الاي. ده القانون المستنتج من خلال ملاحظاتنا الحياتية. مش من خلال حضرتك خالص. طيب. يا نيوتن احنا تقمصنا دورك واستنتجنا القانون من خلال مجموعة ملاحظات. حضرتك هنا فكرها تاني كده انزل. حاول تحرك كتلة كبيرة. هتتحرك بصعوبة. هتحاول تحرك كتلة خفيفة. هتتحرك معك بسرعة. وبالتالي تغير في السرعة اللي هو العجلة. هتتناسب عكسي مع الكتلة. الكتلة الكبيرة مش هتتحرك. طيب. وفي نفس الوقت حضرتك هنا. حاول بقى تشيل كرسي كده لوحدك كرسيتين شوية. بالعافية. طب لو جبت انا واخوتي بقى كده رفعنا مرة بعض. وحركناه. لا بسهولة اكتر. وبالتالي هنا يكتسب تغير اكبر في سرعته. وبالتالي هنا هتبقى العجلة. هيبقى القوة. اه العجلة اكبر نتيجة لزيادة القوة. يبقى هنا يا شباب. انا استنتجت القانون. وبعدين. عرفت لي واحدين قياسه. خلاص بقى. مش هنسميها باسمك. طيب كل واحد يبقى يكتب واحدة القياس باسمه. اه. احنا بقى انا عايزك انت اللي تكتشفل ان شاء الله جميل كده. تكتشفلينها ظاهرة في زيادة كبيرة. ويبقى فيها علم معنا. وتذكرنا. تذكر مصر وسامعني كده. طيب. احنا عندنا هنا. الاف تقاس بايه? طيب. طب ما هي الاف بتسام الام في الايه? مين الام? اللي هو الكيلو جرام. ومين الايه? المتر في الثانية والساليب اتنين. وبالتالي نقدر نقول ان الاف بتساوي كيلو جرام في المتر في الثانية والساليب اتنين. يعني ببساطة. وحدة قياس القوة اللي هي النيوتن. بجمالها كده وبشكلها هنقول ايه? ايوة. بجمالها كده هنبص نلاقي مع بعض هنا يا شباب. لو بصنا لها كده هنلاقي كيلو جرام في المتر في الثانية والساليب ايه? اتنين. طيب. وكمان بس بس كده? لا. ده احنا هنعمل حاجة جميلة. اللي هي اني هنلاقي اني ابعاد القوة ام في الال في الثانية والساليب اتنين. يبقى هنا تاني. جهاز القياس اللي هو المزاج الزبورد. واحدة القياس اللي هي النيوتن. اللي هي بتكافئ كيلو جرام في المتر في الثانية والساليب اتنين. اللي هي ابعادها ام في اللي في الثانية والساليب اتنين. وبالتالي النيوتن هيبقى ايه? لحظة. لحظة عشان اعلمك ازاي تحط تعريف? احنا تعلمنا ازاي نحط تعريف الكيمية يا مستر? قلنا ازا كانت بسط ومقام بنقرأ البسط. وازا كانت اكتر من كمية في البسط هنقرأ لكمية رئيسية في البسط. ونرد المقام الى الوحدة. او نرد بقى القانون الى الوحدة. طب ازا كانت بقى وحدة قياس. نعرفها ازاي ولدي. بصوا لدي. انا اعرفك ازاي تعرف وحدة القياس بسهولة جدا. برضو من خلال القانونة بسطر. حضرتك بقى بتحب القوين الفيزيائي قوي. ايوة. لان هي معجزة بصراحة. طب تعالى كده. لو انا عايز اعرف واحدة قياس القوة اللي هي النيوتن. هتعرفها ازاي. اف. او نيوتن. ايوة. النيوتن اللي هي وحدة القياس القوة ببساطة خالص. حضرتك قولي ان احنا لسه بقول لها وحدة القياس القوة. يبقى حضرتك قولي هي بتقيس ايه? ده رقم واحد. رقم اتنين. رد كل مفردات القانون الى الوحدة. يعني حضرتك هنا. لو انا عايز احط تعريف للنيوتن هقول ان النيوتن هو قوة. بس لما كتلة الام تساوي واحد كيلو جرام. والاي هتساوي واحد متر ثانية وثانية اثنين. يبقى هنا النيوتن القوة اللازمة لإكسب جسم كتلة واحد كيلو جرام. عجلا مقدرة واحد متر على الثانية تربيع. وحضرتك هنا بقى اكتبها باسطوبة وكوب طريقتك. ما فيش اي مشكلة. حتى لو اختلفت ما عادش في النظري ده شباب. بمعنى ان احنا. حتى لو اختلف النص. اختلاف بسيط. بس حضرتك هنا ديتني المعنى. انت صح. طيب. كده شباب احنا اعرفنا من خلال القانون. حطي اعرفنا طبعا الادة القياس. والادة القياس مش عرفناها بالقانون. ادات القياس? لا. لكن وحدة القياس ومكافأها وابعدها ويه? تعرف وحدة القياس اللي هو النيوتن? طب ما تيجي بقى نمثلها بيانيا. تعالى. احنا عدنا الاف بتسال الام في الام مشكلة. طب ايه رأيك بقى? عندما تؤثر نفس القوة يعني الاف سابقة على اجسام مختلفة. الكتلية اللي اختلفت. التناسب بين الا والام طردي والعكسي? عكسي يا مستر. اذا هنا يا شباب العلاقة هتبقى ايه? ايه واحد على ام? او ام واحد على ام? بحيث الاسلوب بتاعها? هيديني الاف. طيب. اذا اصلت عدة قوة على اجسام مختلفة. بس بتتحرك بنفس العجلة. عدة قوة. عدة قوة. يعني مجموعة من القوة. على اجسام مختلفة. بس العجلة سابقة. الله يا مستر. يعني تقصد حضرتك. اني عايزين ندرس العلاقة بين الاف والام. ايه رأيك بها? علاقة دي طردية ولا عكسية? مستر الاف والام مقسومين. ما هي الاف بتساوي الام في الايه? يعني الاف على ام بتساوي الايه? يعني علاقة اسمه? يعني علاقة تناسب ايه? تناسب طردي. يبقى اف وام. وطبعا هنا في التناسب الطردي تحديدا لازم البسط فوق والمقام تحت. طب يا مستر مش هينفع يجري في الامتحان. ويقلبها? على فكرة في سؤال انا جايبه لك وقلب لك العلاقة? وحتى كنت جايبها ما بين? اه. جايبها لك ما بين الايه والام. على اساس انها تنظير طبعا هي عكسية. وبقى بالتالي هتبقى مقلوب العلاقة. يعني هنا يا شباب لو حطت ام على رأسي وايه اف على افقي في الحالة دي. هتلاقي حضرتك هنا هتطلع لي ناتج ايه? هتطلع الناتج ام على اف اللي هي واحد على ايه? طيب ايه رأيك بقى? احنا في العلاقة الاولى سبتنا القوة. وفي العلاقة التانية سبتنا العجلة. في العلاقة التالتة. لو قلنا اثرنا على جسم بعدة قوة مختلفة. عدة قوة تؤثر على نفس الجسم بس في القات مختلفة. في الحالة دي. قال اف والام تنصب طردي. والميل بتاع العلاقة هيبقى ايه? الكتلة. الموضوع آآ بسيط من داخل القانون. طب يلا كم? ايه ده? هو احنا مش كنا بنمثل قوة بسر? لا احنا كنا بنمثل كل مفردات قانون نيوت. يعني هنا انا مسلت كل المفردات الخاصة بقانون نيوتين. ولكن بقى تعالى نجمع التمثيلات الخاصة بالقوة بس. هنا يا شباب القوة لو الجسم بتحرك بعجلة منتظمة. في اتجاه. الحركة. يعني ايه? يعني اذا كانت اتجاه الحركة مجاب فالعجلة مجابة وازا كانت اتجاه الحركة سارف فالعجلة سليبة. المقصود ان العجلة بتعمل على زيادة السرعة في المقدار. وبالتالي القوة هنا مجابة بالنسبة لي اتجاه الحركة. تمام. فيكتسب الجسم عجلة في اتجاه القوة. وبالتالي هتتغير السرعة. هتتغير كمية التحرك. ولكن بنفس اشارة القوة. آآ ونفس اشارة اه وفي نفس اتجاه الحركة بمعنى تزداد كمية التحرك وتزداد السرعة. طب تعالنا نشوف كده العلاقة عندنا ايوة. ما احنا عندنا الاف بتساوي دلتة بي على دلتة تي. وبالتالي انا عندي البي على تي. ايه لا? دلتة بي على دلتة تي اللي هي الاف. طب وحضرتك هنا. ايه ده مستر? وهو يا جماعة انتم مش خدتوا بالكم. انا ليه كتبت الميل مرتين? لانه هنا انا قلتلك ان القوة وكمية التحرك والعجلة وتغير السرعة. كلهم كميات متجاهة ولها نفس الاتجاه وبالتالي. لو هنا في الشكل الاول. الشكل ده. كنا بنتحرك بميل مجب في الاتجاه المجب. هتبقى الف ايه? مجبن. ولو هنا بنتحرك بميل سالم في الاتجاه السالم. هتبقى برضو الف لها نفس الاتجاه القوة. يعني هتبقى الف برضو سريعة لكن نفس الاتجاه. طب يلا كده بقى. از عكست بقى اتجاه القوة بالنسبة لاتجاه الحركة. فالجسم يتحرك بقوة سالبة بالنسبة لاتجاه الحركة. هتتغير سرعية الجسم وكمية تحركه. ولكن السرعة هنا هتقل. كمية التحرك هتقل. وبالتالي الميل بتاع المنحنة هيبقى ميل سالب. اذا كانت بحسب كمية التحرك بالمجب. وهيبقى ميل مجب اذا كنا بنحسب كمية التحرك بالسالب. وفي كل الحالات التغير في كمية التحرك بالنسبة للزمن هي ف. طيب. ايه رأيك بقى? احنا هنا في الحالتين اللي احنا اخدنا دولة ولاد. كمية تحرط اتغير دي. نتيجة لوجود قوة. طيب. اذا عدمة القوة هي حصل. ايه? يعني ف بتساوي صفر. ف بتساوي صفر. بص للقانون يا ولاد كويس. الاف بتساوي. دلتا بي على دلتا تي. طيب لو دلتا. لو انا عايز اقول الاف بتساوي صفر. بص تحيل اقول ان تي بتساوي صفر. ما فيش زمن بيساوي صفر. ولكن كده ما فيش تغير في كمية تحرك. طب وده امتا? طب ما تيجو بس نشوف علاقة صغيرة كده. لو هو الجسم بيتحرك بسرعة ممتظمة. هنا ما قلتش ما نندوش كمية تحرك. ما قدرش اقول ان الجسم لا يمتلك كمية تحرك الا اذا كان جسم ساكن. طالما جسم. لو كتلة ويتحرك فهو يمتلك كمية تحرك. ولكن هل في تتغير ولا لا? تغير كمية تحرك ده? متوقف على حاجة تانية خالص. تغير كمية تحرك متوقف على تغير السرعة. وتغير السرعة متوقف على وجود الكتلة على وجود قوة. فاذا عدمت القوة. وان عدم تغير فلا تتغير السرعة فلا توجد. اذا عدمت القوة لا تتغير السرعة. يعني القوة الصفرية. وبالتالي علاقة بيانية زي اللي قدامنا بين البي والتي والميل هنا سالب. معناها ان الجسم يتأثر من قوة متزنة او قوة تسوي ايه? الصفر. موضوع سهل. طيب اذا كده اقدر اجيب العام اللي بتوقف عليها القوة كلها? اه. انا عندي كم حانون يا شباب يحكموا القوة. يلا من القوانين. اف دلتة بيعلى الدلتتي. يعني تقصد حضرتك. اذا تغيرت كمية التحرك بكمية كبيرة. تنسو الترضي. طب الزمن. ميستر. موضوع الزمن ده يلغبط شوية. هقول لكم على حاجة. تعال كده. ما تخيل شخص بيخفز من الاعلى. فبيسقط على حجر. تمام. لحظة الاستضامة بالحجر. هيتأثر للشخص ده بقوة رد فعلي. تسوي قوة وزن الشخص او قوة اغترون بالارض. فاذا كان زمن التأثير صغير. ده يموت مثل. يعني صدمة جامدة قوي. طب امتى بقى اخليه ما يتقزيش? ما يتقزيش? احطلو سفنجة. احطلو طب اه. ايه دول السفنجة او المطاط او الرمل او المية حتى في عملية القفز. كل الحكاية شباب انها بتعمل حقيقة ظريفة جدا. انها بتزود الزمن الخاص بالقوة او بتزود زمن التأثير الخاص بالقوة. بمعنى انه هو هنا بيزداد الزمن. وبالتالي تأثير القوة هيقل. وبالتالي هنا ان الزمن زمن التأثير بيتناسب عكسيا مع القوة. يبقى تاني يا شباب. العوامل اللي بتتوقف على القوة المؤسرة على اي جسم. العامل الاول اللي هو ايه? برافو عليك. العامل الاول اللي هو تغير في كمية التحرك. العامل التاني اللي هو زمن تأثير القوة. التغير في كمية التحرك يميل اما زمن تأثير القوة اللي هو زمن اللي هو زمن تأثير قوة شباب اللي هو ايوان زمن تأثير القوة اللي هو بيتناسب عكسيا مع القوة نفسها طيب هنا القانونية التانية الاف بتساوي الام في الايه اذا يبقى الاف تتنسب طردي مع الام اكيد مصر ما هي طالما بتتنسب مع الدلتة بيه طردي يبقى يكيد بتتنسب مع الام طردي وبتتنسب مع الدلتة بيه طردي كمان يبقى مع كتلة الجسم تناسب طردي يعني الجسم التين محتاج لقوة نبيرة طيب وعشان كده حتى الرياضيين يا شباب لما بيجوا يلعبوا في الالعاب الفردية اللي هي الالعاب القتالية دايما بنعمل ايه بنحط الرياضيين في اوزان ليه عشان ما هو ما تقوليش ان شخص كتلته وزن الخفيف الثمانية واربعين او الكلام ده زي الشخص مسلا في الوزن المتوسط او التقيل مسلا تسعين او وزن مية يعني اكيد طبعا القوة البدنية تفرق ما بين الاتنين طبعا دي لا مش قياس دايما شباب لان طبعا احيانا يبقى الوزن بلا قوة ده بالنسبة للرياضيين بالنسبة البشر لكن احنا هنا بنتكلم عن ايبان ان احنا مش عايزين اختلاف الكتلة هو اللي يبقى يؤدي الى اختلاف في القوة ولكن اختلاف القوة بقى بالنسبة للرياضيين قوة التحمل ولكن انا عندي هنا دلوقات كتلة الجسم العادية بتتنصب ترضيما الكتلة اذا كان الجسم يتأثر او الكتلة بتؤثر بقوة او قوة بتتأثر بكتلة او كتلة بتتأثر بقوة يبقى الكتلة بتتنصب ترضي مع القوة طب ولا عجلة التغير في السرعة التغير في كمي لا العجلة بتتنصب ايه عكسي عجلة بتتنصب عكسي ازاي مصر لا العجلة بتتنصب ترضي مع القوة يا شباب مش عكسي. يبقى الطردي مع القوة. هو بتتلقف على ايه? تاني. قلنا التغير في كمية التحرك طردي. تغير في الزمن طردي. الكتلة طردي. اه التغير في الزمن عكسي. الكتلة طردي والعجلة طردي. طيب. تاني بقى. انواع القوة عندنا احنا قلنا احنا عايزين قوة محصلة. لاحظ كده قدامي. الشباب دول بيلعبوا لعبة شد الحبل. هنا الحبل يتحرك في عني اتجاه. عني اتجاه. دي تلتمية نيوتين ودي تلتمية نيوتين يعني بمعنى. لاحظ كده اللي هو الشكل الانيميشن الزهر قدامي ده. منا هنا اولاد. المبدأ واحد. طالما. ان القوة متزمة اذا المحصلة صفر. اذا الجسم هنا لا يتغير حالته تحت اي حالة. تحت اي ظل. تاني القوة المتزنة تؤدي الى محصلة صفرية يبقى لا تتغير حالة الجسم. طيب الحالة التانية اللي هي القوة الغير المتزنة. اللي هي تتغير سرعة الجسم فبيكتسم عجلة. لاحظ الرجل ده كده. اه. لو قوته تساوي قوة الاحتكاك ما كانش الجسم اللي قدامه ده اتحرك. ولكن عشان قوته اكبر من قوة ت ineكاك ادى الى حركة ايه الجسم السكن. يعني يغير من حالته. يعني اكسبه عجلة. اذا القوة عندي يقدر ناسمها الى نعين. قوة متزنة وقوة غير متزنة. القوة المتزنة. اللي هي لا تغير من حالة الجسم. اه يا شعب. دي قوة متزنة. لا يتغير حالة الجسم. اما القوة الغير متزنة فهي القوة التي تغير من حالة الجسم. فتكسبوا عجلة. وطبعا العجلة دايما بتكون في اتجاه القوة. تعال انا اخد شوية مسال كده او سؤالين كم سؤال كده صغير النهاردة. ونكمل اسئلتنا ان شاء الله. الحصة اللي جاية. يلا ولكن. تعال انا بص كده مع بعض. بس ابل الامثلة. انا عايزك تبص العزمة. طبعا. انا عندي قانون القوة رئيسي. او ميوتر. اف بتسوي الام في اي او اف بتسوي الام في الدلتة في على الدلتة تي. واخد بالك. لو بتفارس. لو اه القوة محصدتها صفرية. يعني انا عايزك تبص كده كويس قوي. في الاشكال اللي قدامنا. امت لو هنا في الشكل اللي فوق. الشكل اللي هو على المين. لو عندي القوة هنا حصلها صفرية. فجسم ساكن هيفضل ساكن. ولو جسم متحرك هيفضل ايه متحرك بسرعة منتظمة وفي قط ايه مستقيم بمعنى ان لو المحصلة صفرية الجسم هيحتفظ بايه بحالته ولكن اذا كانت المحصلة غير صفرية فالجسم في الحالة دي هيكتسب تصارع هيكتسب عجلة تغير من سرعته تعالى بقى نشوف اسئلتنا كده مع بعض ونتذكر قوانينا يعني بسرعة كده جسم كتلته تلاتة من عشرة كيلو جرام يتحرك بعجلة مقدارها عشرين متر فإن محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي طبعا بس عشان نأكد على القانون فالترديده بأحد المسائد اللي هي فيها صيرة القانون كتلة كامل ها كتلته تلاتة من عشر وبتحرك بعجلة عشرين تقدر تجيب القوى أنا عارف ان حضرتها الجيبتها بسرعة اللي هي الاف بتساوي ام ايه الام بكام تلاتة من عشرة في عشرين تطلع كام يا شباب ستة مياتل نشوف طيب نشوف سؤال كمان يلا لسه معنا وقت لسه معنا وقت القوى التي تؤثر على جسم كتلته خمسة كيلو جرام بحيث تغير صرعته بالتزام من سمعة متر على الثانية الى تلاتة متر على الثانية في زب مقداره اثنين سانية واحدة يقول لها مستر يعني كده احنا نستخدم وعدات الحركة هقول له لا يا شباب معادلات الحركة في الفصل الدراسي الاول خلاص اتقفلت طب احنا كده انا عايز اجيب العجلة والله اعايز تجيب العجلة من قانون العجلة الاساسي اللي هو الدلتا بي على الدلتا تي اللي هي النهائية من الاصل التدائية على طيب على الزمن مشي ولكن على فكرة بدون استخدام معادلات الحركة وبدون استخدام قوانين الفصل الدراسي الاول وبدون اي حاجة احنا من قوانيننا اساسا نعرفها ازاي يا مستر يعني يعني انا قدر اجيب كده القوة وانا ما عنديش عجلة اه طبعا من قانون كمية التحرك ازاي مش احنا عندنا الاف طبعا قد نظهر حل بس سريعا كده عشان الوقت ما يقلناش احنا عندنا هنا الاف بتسوي ايوة دلتا بي قال على الدلتا تي ايزا يا مستر الاف بتسوي ام في الدلتا بي على الدلتا تي خلاص ما هو الدلتا تي اللي هي البي اف ناص بي اي بس اوعى اوعى ما تاخدش بالك ان هنا القوة قدت الى نقص السرعة ازا القوة كانت في عكس التيار حركة ازا القوة سالبة حتى لما طلعناها بالسؤال اهو طلع المقدار ايه السالبة عشرة طب تعالا نشوف سؤال كمان يلا احنا هنا يا شباب متأكد كمان بقى ان القوة السالبة هتؤدي الى نقص السرعة بنؤكد كمان ان المسائل اللي هي فيها اطلب في معادلات الحركة وزيادة اوي في ناس بتحط المسألة وكأنها مش لا علاقة خلاص بقانون نيوتن ده هو يطلب ازاحة ويطلب يا جماعة يا جماعة قلنا تاني قلنا تاني قلنا السيئة للفيزياء معنا ولكن القوانين الفرعية دي كلها من نشعلق بيها طب تعالا نكبل كده مع بعض جسم كتلته خمسة كيلوجرام يتحرك بعجلة ناحية اليسار مقدرها عشرة متر على السنة البيع بينما تؤثر عليه قوة مقدرة عشرين نيوتن باتجاه اليمين وتؤثر عليه قوة مجهولة باتجاه اليسار ايه ده لا 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 اللحظة بس يا بس اللغبطة دي يعني هو الكتلة خلاص خمسة كيلوجرام اتحرك بعجلة في اتجاه اليسار ماشي يعني القوة القوة المحصلة هتبقى في اتجاه اليسار تؤثر عن القوة في اتجاه اليمين مقدرها عشرين والقوة اللي في اتجاه الشمال مش عارف لها هو عايز ايه القول مجهولة عايز القوة اللي في اتجاه اليسار وخد بالك هو بتحرك في اتجاه اليسار بمعنى ان اتجاه اليسار هو اتجاه العجلة يبقى هو اتجاه القوة المحصلة طب تعالوا بس نمشيها واحدة واحدة في الحالة دي انا عندي محصية القوة اللي هي اليمين ناص الشمال او الشمال ناص اليمين مجموعة بجمعة كلها باشارته حضرتك عايز تحط يمين فيهم بقى بالمجابة والله انا شايف اني عندي القوة اللي في اتجاه الريت اللي هي في اليمين هي عكس اتجاه الحركة او عكس اتجاه العجلة وبالتالي هي اللي هتاخد اشارة ايه ساربة احنا مش هنحط العجلة طالما هو بالدهاري مجابة مش هنحطها يعني بلاش لغاية اشارة الكل لكن حضرتك هنا كتبت لنا ان القوة اليسار زاد القوة اليمين وبعدين رجعت بعد كده عوضت عنها بالسارب وحنا يا جماعة قلنا ان المحصلة مجموع المتجاهات كلا باشارته وطالما اليمين في عكس اتجاه الحركة هي اللي عوضت عنها باشارة ايه سالبة حضرتك كتبت خمسة في عشرة اليه ما هي ام في الاي ام اللي هي الخمسة في الايه اللي هي العشرة يعني معنى كده انها تبقى خمسين يلا ودي العشرين بقى للجهة التانية يبقى الناتج بنهاية بتاع حضرتك يبقى القوة في اتجاه في اتجاه اليسار اللي هي القوة في اتجاه الحركة بتسوي كم يا شباب سبعين مياتي طيب لسا لحظات تبدينا فرصة للمسألتين كم يا بلد تحركت قطعة خشبية كتلتها ثمين كيلو جرام على مستوى افقي بعد التأثير عليها بقوة افقية مقدرة ستة مياتي فاذا كان مقدر قوة الاحتكاك اتنين فان العجل اللي تتحرك بها احنا هنا بنأكد على افكار القانون بس انا فعلا من الحاجات الكتيرة اوي اللي بيغرط فيها ناس كتير مننا هي مجرد القوة اللفظ القوة المحصلة وينسى ان احنا بنتعامل مع قوة محصلة فلازم نجيب محصلة القوة الاول وبعد كده نتعامل معاها الكتلة الخشبية كتلتها اتنين كيلو جرام تحركة المستقى بقوة اوفقية مقدرة ستة وقوة الاحتكاك هل قوة الاحتكاك في اتجاه الحركة ولا عكس اتجاه الحركة قوة الاحتكاك امستر في عكس اتجاه الحركة طيب يبقى انا هنا طبعا انا كتبت يعني تجاوزا ولكن هنا قوة المحصلة بتاعتنا اللي هي تساوي كم اربعة منتين حضرتك عايز تساويها على طول وتقول ان الصمشن اف تساوي اف المحرك انا اعص اف احتكاك اف اف اللي هي تساوي ام في اي على طول ماشي عايز تمشيها على خطوطين زي ما انا عملتها كلا ما عندش اي مشكلة بحيث ان انا اقدر اجيب ان الا اللي هي الصمشن اف على ام وبالتالي هنا ايوة قوة القوة المحركة طلعت اربعة منتين اللي هي طلعت اتنين العجلة طبعا القوة المحركة طلعت اربعة يبقى العجلة هتطلع اثنين متر على السنية التربية طيب اخر سؤال معنا النهاردة وان شاء الله هنكمل اسئلتنا في الحصة اللي جاية بازن الله اذا دفعت انت وزميلك طاويلة كتلتة عشرين كيلو جرام بقوة مقدرة خمسين لكل من كومة انت قوتك خمسين وهو خمسين يبقى اوعى نحركها واحنا بنزو افتجاه واحد اذا القوة المحصلة في الحالة دي ايوة مجموع قوتنا يبقى احنا عندنا الام اما السميشين الف اللي هي اتنين الف اللي هي هتساوي ميت نيوتن وبالتالي كده اقدر بسهولة جدا اجيب العجلة من نفس القانون اللي هي الام بتساوي السميشين الف على الام وبالتالي ايه هنا هتساوي المائة على عشرين اللي هي تديني خمسة متر لكل سمي تنبيع كده يا شباب خدنا حصة جمعنا فيها قوانين قوة وقوانين نيوتن واتمنى انها ان شاء الله كون فادتنا واتمنى ان تنتظرون ان شاء الله في الحصة اللي جاية مع اطيب امنيات القلبية ترسال محمد امام قبيل